أعرب المجلس القومي للمرأة عن فخره وتقديره للدور العظيم الذي يقوم به رجال ونساء الشرطة المصرية في حماية الوطن والحفاظ على أمن وسلامة موطنيه وتقديم أرواحهم ودمائهم فداء للوطن ووجهت رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي التحية والتقدير لأمهات وزوجات وبنات شهداء الشرطة البواسل التي فقدنا أعز ما يملكنا حتى يظل الوطن عظيما قويا صامضا جاء ذلك خلال تهنئة المجلس الوزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة